مصطفى زيكو وعبد الرحمن البنوبي قتل أباحساً وهييجوا ولا مش هييجوا نادي زدت بعت رسمياً للنادي الأهلي عايز 100 مليون جنيه عايز كم 100 مليون جنيه في اتنين اللعيبة طيب أو 60 مليون وعايز طاهر محمد طاهر وكريم ندفد طاهر محمد طاهر وكريم ندفد فطبعاً نادي الأهلي يعني مش عارف هيرد هيوافق وخصوصاً ان طاهر محمد طاهر مش للبيع وكولر عايزه وإحقاقاً للحق يعني احنا دايماً بنبص لبرة معانا لعيبة أجمد يعني طاهر محمد طاهر لو راح زد هيكسر العالم يعني لو راح زد هيكسر العالم المفاجأة بقى ان مصطفى زيكو وعبد الرحمن البنوبي وخصوصاً مصطفى زيكو كمان إما عارف ان كولر مش عايزه فقال المقربين حواليه انا مش عايز روح الاهلي انا مش هروح الاهلي إلا ما يكون كولر عايزني انا راجل نجمي في فرقتي وباخد مبلغ كويس جداً من زد انا عشان اروح النادي الاهلي وابقى مفروض كابت محمد رضا مضا عايزني وبيقنع كولر وكولر مش عايزني انا لو رحت اعود على الدكة ونجميتي بدل ما تزيد في الاهلي هتقل فانا مش هقدر اروح إلا ما يكون عندي ضمانات ان كولر هو اللي عايزني بالاسم لكن فكرة ان انا ااجي غصباً عن كولر او بيحاول يقنع كولر واروح اعود على الدكة في النادي الاهلي ده مش عينسبني ويمكن امثلة شادي حسين ما جيه واحمد ياسر راين هو اللي مشي وشادي حسين جيه وبعد كده بعد ما فيه ست سبع شهور مشي شادي حسين هنشوف الدنيا رايحة فين لكن منا المتوقع ان الاهلي يعلن عن صفقاته يوم الخميس الجاي باذن الله